في الحقيقة من الأخبار المهمة اللي لفتت انتباهي مؤخرا هو صعود منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة وده لنهايات كأس العالم 20-26 أبطالنا انتزعوا بطلقة التأهل بعد ما تشقاوي جدا فازوا فيه على المتخب التنزاني بهدفين مقابل هدف واحد وده خلال لقاء تحديد المركز السابع ضمن منافسات النسخة السابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية اللي بتقام هنا في القهنة هي نجاح كبير جدا لأبطالنا في منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة الفوز على منتخب تنزانيا وحسم تذكرة التأهل الانهائيات كأس العالم هي كمان ان كل اللعيبة كانوا رجالة في الملعب وكانوا أد المسئولية وشرفونا سجل الأهداف كمان مبارح الأبطال زاهر محمد إبراهيم بدوي كمان بالمناسبة أن نجم إبراهيم بدوي فاز كمان بجائزة مانوف دي ماتش وأفضل لاعب في اللقاء عايز أقولك أيضا أن احنا هنا في صباح الخير يا مصر كنا داعمين فريق منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة زميلة محمد الشازلي سجل معهم فقرة مهمة جدا عن استعداداتهم لبطولة الأمم الأفريقية عملنا لقاءات خاصة مع اللعبين ومع مسؤولين منتخب وكان عندهم حلم وأمل كبير أن هم يحققوا مراكز كويسة في البطولة الأفريقية وأيضا يتأهلوا لنهائيات كأس العالم طبعا نجاح كبير جدا يستحق الإشادة ويستحق أن احنا كمان نبرك لهم من بارك لأنفسنا وان شاء الله كمان يفرحونا بمستويات كبيرة في المونديال